لما نقول صناعة أكيد أول شيء يستحضر ذهنك هو المصانع وخطوط الإنتاج وهذه الأشياء الضخمة اللي اليوم نشوفها في بلدنا كثيرة وأكيد هذا الشيء يعكس حجم القطاع العالمي الحيوي ولكن إذا جيت وقلت لك أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأسست قبل أربع سنوات وش تتوقع حققت في هذه الفترة؟ أكيد عشان نستمر في صناعة نموذج نوعي ومميز نحتاج للمتابعة المستمرة لكل شيء في حياتنا فالسؤال كيف وزارة مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقيم عملها ومؤشرات أداءها؟ يعني نحن اليوم في الوزارة عندنا عدة مؤشرات أهم مؤشر اليوم لنا في الوزارة موضوع إجمال الاستثمار ونحن قطعنا فيه شوت كبير فيه جذب العديد من الاستثمارات أيضا نفاذ الصادرات الغير النفطية لدول العالم العام الماضي حققنا أعلى نفاذ للصادرات على مستوى يعني على تاريخ المملكة كلها خلال عام 2022 نسبة التوطين أيضا من المؤشرات المهمة بالنسبة لنا ونحن نسير في الطريق الصحيح على مستوى التوطين سواء توطين الوظائف أو توطين المنتجات إطلاق استراتيجية الوطنية للصناعة اللي اطلقها اسم ولي العهد في نهاية العام الماضي هي حقيقة ستكون لنا يعني خارط الطريق للوصول العديد من المستهدفات لتحقيق العديد من المؤشرات سواء في 2030 أو 2035 قطاعات الصناعة والتعدين من أضخم القطاعات على مستوى العالم ومن أعظمها تأثيرا في اقتصاد الدول سواء عندنا ولا عند غيرنا في جميع دول العالم كيف ربطت المملكة هذول القطاعين الضخمين مع بعض وكيف صنعت نموذج نوعي يعتمد على هذول القطاعين بكل ثقة الحقيقة هذا السؤال يعني دائما نسأله التعدين اليوم هو جزء من الصناعة والمملكة اليوم تزخر بالعديد من الثروات المعدنية في باطن الأرض الذهب، الفضة، النحاس، الزينك والعديد من المعادن بل بعضها من المعادن النادرة والثمينة على مستوى العالم والتي لا تتواجد بكثرة إلا في المملكة العربية السعودية لدينا اليوم أكثر من 5000 موقع تعديني اليوم هدفنا أننا نصنع أو ندخل في عمليات التصنيع العديد من الثروات المعدنية النادرة الموجودة في المملكة العربية السعودية نحن اليوم رواد في قطاع البترو كيمويات على مستوى المملكة ولدينا العديد من المصانع في هذا القطاع والتي هي حقيقة أن أكثر المدخلات الإنتاج فيها هي من الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض